تطبيق المبادئ غير التي كانت متوفرة في السابق يعني مثلا عندما نأتي يعني تريد أن تأتي وسائل لتطبيق الإسلام غير الوسائل القديمة بدون شك الوسائل غير المبادئ يعني مثلا أسمع أحيانا من يتكلم عن الديمقراطية أو الليبرالية إنها عقيدة هذا ليس صحيحا هي مناخ الديمقراطية أو الليبرالية هذه مناخ لتطبيق المبادئ وليست هي المبادئ تصنف نفسك على أنك الليبرالي أنا مسلم أولا ثم لبرالي ثانيا يعني مسلم مبادئ ولبرالي آليات يعني أرى أن الإسلام لن يكون له نجاح إلا بالآليات التي توصل إليها البشر في تطبيق العدل خليني أبقرأ لك أستاذ إبراهيم أبليهي مقطع أنت تحدثت فيها عن الليبرالية قلت الليبرالية تتأسس على الاعتراف بالنزعة الفردية فليست الشعوب سوى مجموع الأفراد فإذا تحقق الاعتراف بفردية الإنسان فإن ذلك يعني الالتزام بحقه في الاختيار الحر والتفكير المستقل وحقه في التعبير عن نفسه وعن أفكاره وأرائه ومواقفه دون خوف ولا تقيد وبالنتيجة فإن هذا يعني توفر الحريات للجميع ويؤدي إلى فتح كل الخيارات أمامهم وتوفير تكافؤ الفرص فيما بينهم إلى آخر هذا الكلام ألا تعتقد أن يطلاق الحريات بهذا الشكل يمكن أن يوجد من يتعدى على النصوص ألا يجب أن يؤثر السفيه على سفهي كما في الحديث؟ نحن نبدأ من الصفر هذه تجارب بشرية موجودة مثل ما أننا عندما نريد أن ننشئ مصنعا للسيارات فسنتبع نفس طريقة الغرب في صناعة السيارات هذه نفس الشيء نحن لا نبدأ من الصفر نحن لسنا نريد أن نجرب هذه الأشياء وإنما هذه جربت وأثبتت جدوها وأثبتت نجاعتها المتناهية يعني عندما لا يأتي العنف والتوتر والاختناق في المجتمعات إلا إذا كان الناس غير قادرين على أن يعبروا عن أفكارهم إذا كانوا قادرين يعني مثلا قبل كم سنة صار فيه مظاهرة في أمريكا مليون متظاهر ومع ذلك استمرت المظاهرة فترة طويلة وانفضوا دون أن يحصل أي شيء لأن هذه تأتي ضمنها وصار في لوس أنجلوس سلزال وبعدين صار في ثورة للزنوج في الثمانينات وبعدين أحرقوا البلد ودمروا ونهبوا الممتلكات طيب ليش ما تشوف هذه؟ لا لا هذه غير ليش؟ لا عندما يستأولا الزنوج ما زالوا يعتبرون أنهم مضطهدون يعني الثقافة الغربية فقط للأبيض؟ لا لا للكل يعني الثقافة الغربية إبراهيم لنكون حرر العبيد بحرق والمفكرون والكتاب وكل الذين لهم تأثير في المجتمع والإعلام كله ضد العنصرية لكن أن تقتلع ليس المهم أن يوجد مشكلات وإنما المهم أن يعترف بوجود هذه المشكلات وأن يتجه المفكرون وآل الرأي بمعالجة هذه المشكلات وإنهائها طيب أنت تقول في حوار أمامي هنا في جريدة الحياة بأن الإسلام هو الحق في صيغته النهائية ثم تريد أن تستخدم منتجات الثقافة الغربية على اعتبار أنها آليات جيدة طيب مو بالإسلام هو الحق في صيغة النهائية مثل ما قلت لك أنا أريد الإسلام أن يطبق كما أرد الله يعني تريد الليبرالية أن تنشر الإسلام؟ لا لا أريد الآليات نعم الآليات الليبرالية ليست إلا آليات مثل ما أنه أصبحنا نحج على الطائرات بدل الإبل والحمير والبغال إذن هؤلاء الذين يروجون بأن الليبرالية عبارة عن عقيدة هؤلاء يخطئون على أنفسهم وعلى الأمة وعلى الحقيقة قبل قليل تقول أن الليبرالية مناخة الآن تقول أنها آلية نعم هي مناخ آلية أو مناخ؟ كلها Squid ما هو الفرق بين الآلية والمناخ؟ المناخ جو في النهاية أجواء محيطة الآلية أن يكون عندك آلية تستخدمها والمناخ هو أن يتاح لك فرصة أن تستخدم هذه الآلية يعني هو فرق بين البيئة التي قد يكون عندك الآليا مثلا عندنا في العالم العربي نعرف الآلية لكن لا نستطيع أنوجد مناخ يسمح باستخدام هذه الآلية طيب هل تعتقد أن المجتمع السعودي مهيئ لتقبل هذه الليبرالية التي تحدث عنها؟ دون شك ما في مجتمع بشري إلا ويستطيع أن يتقبلها يعني العقل بشري قابل أن يتغير بشرط أن يسمع كل الأراء إذا سمع كل الأراء انتهى الانغلاق لكن إذا انغلق خلاص يصبح لا شيء يصبح عقل معطل المجتمع السعودي في تقديرك مجتمع واحد أم عدة مجتمعات؟ لا هو مجتمع واحد يعني أنا سمعت من يقول أنه عدة مجتمعات لكن هذا ليس صحيحا نحن مجتمع واحد برمجنا على ثقافة واحدة الثقافة الفرعية ليس لها تأثير وليس لها وجود حقيقي يعني قد تكون بعض الثقافات الفرعية نسبيا لكن ليس لها تأثير على المجتمع التأثير الكلي هو الثقافة المغلقة السائدة أستاذ إبراهيم بلهي شكرا لك كذت؟ شكرا لكم أيها الأخوة على متابعتكم لهذا الحوار الذي انتهى باكرا كما يشير لأستاذ إبراهيم البليهي حتى ألقاكم في حلقة جديدة من إضاءات هذا الترك الدخيل يترككم في رعاية الله وحفظه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا لكم شكرا لكم